الموضوع طبعا القصة اللي هي حصلت في البرلمان والموضوع المزعج جدا المحزن المقلق بالنسبة للموضوع نجيب محفوظ يعني حتى لو ما كانش فيه وقت النهار ده بس هي في النهاية في بعض الاراء اللي بتقول يا جماعة ما تنشروش الكلام ده اللي نابع عن جهل وعدم ثقافة لأي عضو في البرلمان يقول انه كتابات نجيب محفوظ خدشة للحياة مش عايزين ننقل الموضوع ده يعني نسكته شوية فخلينا احنا انا سكته النهار ده وهنشوف على باليوم الجمعة ايه اللي هيحصل طيب معينا دلوقتي الاستاذ محمود البرغوسي الصحفي الاستاذ محمود متخصص بالنسبة لمرف الزراعة طيب استاذ محمود برحب بحضرتك معينا اهلا بك يا خمي طيب اسفين لو احنا متأخرين على حضرتك في الوقت ولكن ازمة الدواجن دي ازمة مهمة جدا فانا عايزة اعرف يعني بعد ردود الافعال انه في ناس بسبب رفع الجمارك يعني عن الدواجن المستوردة ان الناس هيقف حالها فايه الاوضاع دلوقتي انا هكنت عاوز بس اخد من حضرتك الاخر جملتين انت كنت تتكلمي فيهم عن خادش الحياء اه في ادب نجيب محفوظ والقضاء اللي ابتشأ للبرلمان حاليا نعم انا شايف ان سكوت البرلمان على رفع الجمارة عن الدجاج المجمد المستورد من الخارج لمصر خادش هو الفعل الخادش للحياء فعلا يعني صحيح صحيح مش ان احنا النهاردة ناقش ادب نجيب محفوظ مع احترامي مع احترامي لكل اعضاء البرلمان المصري لو سألتيهم لو طرحت سؤال عليهم من هو نجيب محفوظ انا اعتقد انه 50% منهم ما يعرفوش اسمه ولا يعرفوه المشكلة استاذ محمود انه كان اساسا الموضوع علشان انه يعني كان طلب من الاستاذ ناديا هينري ومعها ناسها علشان خاطر انه يتم الغاء احكام الحبس على قراء النشر يعني انك انت مقبفة تتركوا بقى القصة لكن الموضوع رفع الجمارك ده زي ما حضرتك يعني ذكرت عجبني تعبير ده ده فعل فاضح وخادش الحرام مين المسؤول ومين المستفيد استاذ محمود مين المسؤول مش شكوت البرلمان عن صدور القرار لا شكوت البرلمان عن ان القرار ده يصدر بدون الرجوع اليهم لانه يا سيدتي دستورنا فيه مادة بتقول انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ولا لاي سلطة انه يشطب وعاء ضريبي او رسمي جمركي او نضفهم دون الرجوع للجاة التشريعية وهي البرلمان احنا عندنا برلمان ليه نصدر قوانين من تحت الترابيزة ليه نصدر قوانين في قرار لمصلحة مين هذا القرار لمصلحة مين انا نفسي اعرف رئيس مجلس الوزراء ده ادى ودانه مين ومين اللي بغط عليه علشان يطلع قرار زدال صالح نفر او نفرين يدمروا صناعة بتقول لا يقل عن خمسة ستة مليون شخص تلاتة مليون بيشتغلوا في وظائف مباشرة وتلاتة مليون اخرين بيعيشوا على الوظائف المباشرة في وظائف غير مباشرة تتعلق ببيع الطيور وتنظفها ونقلها وتداولها هل في بدرة حل ولا الوضع زي اوضاع كتيرة ما بتحصل ويبقى الوضع على ما هو علي للأسف الشديد لم يعد لدينا حل اكتر من تدخل رئيس الجمهورية فورا بالغاء هذا القرار الذي ينعكس سلبا على الامن القوم المصري هذا قرار يفرخ اكتر من تلاتة مليون عاطل يعني تلاتة مليون قم بلا موقوطة يعني تلاتة مليون عاطل يعني مزيدا من الفقر يعني مزيدا من السرقات مزيدا من الجريمة مزيدا من الجاهل مزيدا من الفقر مزيدا من الجوع نصل لنفرين تلاتة يا سيدتي احصائية الاول مرة أقولها لك انتي أنا كنت في برامج إمبارح وأول إمبارح وكتبت مقالات هما لو سمحوا النهاردة لو رفعوا الجمارك عن الدواجن المستوردة لدينا اكتر من خمس افراد ما في استيراد دواجن قادرة على استيراد 50% من استهلاك الدواجن للمصريين اللي خلال الـ 200 يوم دول بالضبط بقولك أن هما يدخلوا لجيوبهم لا يقل عن 83 مليون دولار لجيوبهم فقط لا غير أنا بشكرك حقيقي شكرا جزيلا والموضوع أكيد هنتابع ونأمل أن يكون في لقاءات أخرى مع حضرتك وده كده بدوم صوت حضرتك الرئيس السيسي يجب أن يتحرك بشكل عاجل حيال هذه الأزمة بشكرك شكرا جزيلا سيد محمود البرغوسي الصحفي المتخصص في الشأن الزراعي